موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجاز إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم أنهى قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية محمد المغت زيارة عامل للجزائر استمرت أيام الثلاثة والأربعاء والخميس والتقى المغت خلال زيارته كبار القادة في الجيش الجزائري وأجرى معهم مباحثات حول الأوضاع في منطقتين المغرب العربي والساحل الافريقي أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية الجمعة عن رفع تعليق الدراسة في المحاضر مع البقاء على إلزامية ارتداء الكمامات أو ما يحل محلها وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات ضروري للحفاظ على صحة الجميع ولتطبيق توصيات السلطات الصحية لمنع تفشي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وفق بيان صادر عن الوزارة حول الموضوع قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه رصد في الأسابيع الأخيرة جملة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي كان أبرزها قمع المتظاهرين والاحتجاجات السلمية واعتقال المتظاهرين في غروف غير قانونية ولا صحية ودع المرصد إلى فتح تحقيق في كافة حالات قمع وتعذيب المتظاهرين ومحاسبة من يثبت تورطهم في تلك الأحداث حاثا على تبني مقاربة التعاطي الإيجابي مع الحركات المطلبية وضمان الحق في حرية التعبير واستقلالية الإعلام وحماية الإعلاميين وأشار في بان صادر عنه إلى ضررة نقل مكاب تيفريت ومنح كافة طلبة الحق في التسجيل في مؤسسات التعليم العلي وحل مشكلة طلبة الممنوحين إلى الخارج واكتتاب كافة الأساتذة والمعلمين العقدويين أعلنت اللجنة الحوكمة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا عن استبعاد الرئيس السابق للاتحاد من قائمة المترشحين لرئاسته خلال الفترة المغبلة اعتبر متحديث باسم الاتحادي الموريتاني لكرة القدم الأمر إجازة لترشح بقية المترشحين فيما أكد رئيس الاتحادي أحمد اليحيى أن برنامجه والأقدر على ضمان مستقبل الكرة الإفريقية يمكنكم مشاهد الكرام متابعة هذا المجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت لاهريني على الشاشة السابسة ونصر تتابعون حلقة جديدة من برنامج المشهد في التاسعة نشرة خبارية مفصلة السلام عليكم اشتركوا في القناة